بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة المميزة والمتنامية بين البلدين الوزيران استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود الهادفة إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفي مستهل التصريحات الصحفية المشتركة رحب الصفدي بنظيره الروماني في زيارته الأولى إلى المنطقة منذ عام لافتا إلى أن هذه الزيارة جاءت لاستكمال النقاشات حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية وفي مجالات الطاقة والزراعة والدفاع وقعت مع لي اليوم عدد من الاتفاقيات التي ستوفر المزيد من الأطر القانونية التي تتيح لهذا التعاون أن يستمر تحدثنا أيضا عن ضرورة إيجاد الأفاق التي تتيح للقطاع الخاص في البلدين من البناء على علاقات الصداقة القوية التي تربطنا